اشتركوا في القناة تعرف اليوم في دعايات انتخابية للرؤوس فالرئيس الحالي حاطت دعاية انتخابية وين جايش اللي اتبعته على شارع ترابي منطقة يعني سكنية ماهولية سكنية مش بس مش مزفات اجور مية فيش كهرباء فيش مجاري منطقة زي رعية هذي لا هي مناطق معدل البناء ولكن لم تنتهي كانت تنتظر الخرائط المفصلي منذ 15 عام تنتظر خرائط مفصلي منطقة معدل للبناء ولكن تنتظر فقط الخرائط المفصلي لكي تمكن استصدار تراخيص ودفع عليها اموال طائلة للتخطيط وراحتها بقى فطلع كان الاستحماته كان يعني حطيني لافتي على الشارع هذا احكيت عن المواطن شو كان فهذا صوت المواطن هو اكوى من صوتي صوت المواطن اكوى من صوتي هذا انا قلتك شو كان للمواطن انت سألتين شو انت شايف انا قلتك شو كان للمواطن نعم فاليوم انا اذا بتطلعي هسا وعندي يعني انا اليوم في جوفماب بقدر الوحدي بطلع على الطيري وعندي نعم جهاز او تخنات سيمبليكس بقدر اطلع ومعود كانت كل كم شهر بطلع على الطيري نعم في المناطق المبنية فيها تصوير جو جاهز اه اه جاهز لا بقدر امر يعني صحيح بقدر امر على بيت بيت شارع شارع واشوفه صحيح في هاي في هذا المعريخة او هذا النظام هذا النظم بقدر اشوفه حتى بقدر اكرب للبيت واقعد في المرندة صحيح بتشوفي كده الشوارع في المناطق المبنية نعم في مناطق منظمة فيها منظمة وفي مناطق مبنية اللي هي كانت اللي هي مقترح البناء هي للبناء ولكن مش بس مقترح البناء تطنقصة خوارات مبصلي اما مبنية يا اهولة سكان بتشوفك كديش الازمي كوي اه اللي بمركم الشارع الرئيسي في بلدنا بقول والله البلد البلد لا مش على بكل البلد حلوة البلد ماشي شارع رئيسي البلد حلو هو هو هذا شوية الورد وشوية الجنائن وشوية الدادونيا اللي بنحط فيه وفيه بعض شوارع حلوة يعني جديدة بعد ما تعتك اخرى بصير فيش صيانة طبعا بصير واضحة مأساوية شصيانة اما طلعي من فوق على البلد بتلاقي بتشوف المأساة بتشوف المأساة كديش بلدنا تعاني من نظر اخر اكثر من ستين في المية من شوارع المناطق المأهولة او المبنية هي غير معبدة احنا في القرن الواحد طبعا مع مياه الانطار في القرن الواحد وعشرين طبعا كشفت كل هذا الموضوع في القرن الواحد وعشرين اليوم احنا مدينة الطير اللي كانت سباقة تسبق كل بلاد في الزمنات في هذه المواضيع انا بقول لك انا بشتغل في الجنوب ورافق بلدات حورة بالذات وطبعا ونشتغل مع البلدات الاخرى اليوم رئيس في بلد بدوي في النقب لا يتصور يعني يخجل نروح يتصور بجانب شارعي يعبد لانه هذا اشي اساسي يعتبره صحيح هو مش انجاز وفعلا مش انجاز مش انجاز اشي اولي اساسي هذا واجب هذا واجب نعم اشي اساسي اولي ومش انجاز صحيح بروح يتصور بحد خانتري بحد مركز ثقافي مشروع اللي هو يعني رفاهي ازيد يعني اليوم يتصل او اللي بعطي رفاهيه للمواطن صحيح بحد شارع ما بتصور اهنا اليوم سقف تطلعاتنا في الطيري مش تسفي تعبيد شوارع سيارة كرتسوب مش بس عندك ومش بس هيك يعني انا في اغلب بلداتي العربية للأسف يعني هيك صار حلمهم انه بس تعبيد شارع هذه مأساة لا في بلدات مليح في بلدات تطورة في بلدات في بلدات اللي هي في بلدات اللي اشتغلت وبعرفها حلو وسدت الفجوات وسدت الفجوات اما توصل انك ستين في المية من شوارع المناطق المبنية مش موجود مش معبدي انت رجعت لو انا سبعين سنة ومش بس هيك اليوم رجعنا نحط اعمدة انارة من خشب نعم زي المخيمات في الطيري صار انجاز انك تودي لواحد عمود انارة ضي ضي اليوم اهل الطيري مش بس يقبط طلبك بالو صوت عطولك ضي عمدة خشب خشب يعني احنا رجعنا لعمدة خشب هاتنحط ل مؤكد اشي مؤكد في شارع مؤكد في منطقة بطيبنى مؤكد نعم ولكن مش في شارع احنا وضعنا مأساة وفي الطيري غير الشارع الرئيسي وكم شارع ولكن في الطير المأساة اكبر بكثير معنها مش ستين انا ما شفتش يعني في كفرقرح ستين في المية بجوز في عشرين خمسطاش اليوم والصالة خمسطاش من المناطق المبنية انا بحكي يعني انا ما شفتش في حورة ما شفتش في حورة شوارع مش مزفتة كلها مزفتة كلها معبدة في منطقة صغيرة في عليها خلاف يعني على على بسموها الملكية الملكية وله الصب يعني منطقة صغيرة والباكي كله معبد كله كله مية في المية معبد حتى في منطق غير مبنية صارت معبدة مع انه النقب يعني اللي بيحكوا عن التمييز تمييز فيه طلع لا خير احنا منحكي عن البلدات المنظمة هسا وتطور كتير نحكي عن البلدات المنظمة ما منحكي عن البزراء ما منحكي عن مناطق اللي عليها خلاف طبعا في مناطق اي سياسة حكومة اما البلد كبلد منظمة مع حدود منطقة نفوذة معبدة المعترفية حلو فالوضع يعني هاي وضعنا كليل شو الحل نعم الحل مش سهل تحتاج ميزانيات ضخمة من مئات ملايين الشوكل المئات هذا مش اكثر لتعبيد هذه الشوارع ولكن ولكن يجب علينا تخفيف معاناة المواطن صح يعني هذا يعني قبل ثلاثة ايام رحت ازور في حلقة بيتية للانتخابات نعم المواطنين معارفتش روح في صياطي رحت في طندر اه طندر اربعة اربعة لانه في مشكلة خيلي مشكلة ومش يعني وفي هناك منطقة سكنية منطقة يعني في ملاني بيوت كلها بيوت ومنطقة معدلة للبناء قسارة فروحت في طندر اول ما تفوت تشوف تشرح للناس على مشاكل البلد بتشرحولك هم اول يشي الشارع بطل لا انت اليوم بتروح على المواطن مشان تشرح له هو بشرح لك هو بيقول لك من المعادلة هو بيقول لك ورش وعدو كديش وعدو وكديش ضرو وكديش كل انتخابات وكذا 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 اه انا بحكيش للحقيقة للمواطنين نعم وبعطيهم يعني فيه كنت في منطقة لانو يستحق الحقيقة كنت في منطقة كبل فترة منطقة في التنظيم في لب البلد في قلب البلد شوارع غير معبدي واو كل انتخابات بروح عليهم بيوعدوهم تعبيد الشارع انا قلت لهم اسمعون طبعا اجتماع عملولي في الحارة وكل اهل الحارة كل واحد عنده مشكلة لا 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 للشارع بدهم مش اشياء شخصية بدهم مش شارع طبعا هي معانا بدهم مش اشياء يعني ما كل واحد بده ايشي له شخصي لا كاعدين وعملين طاولة وكذا بدهم بس شارعهم ومنطقة حي يتزفت يتزفت ومنطقة مش كبيرة قلت لهم انا كانا طبعا قبل ما تأجل انتخابات بوعدكم مش سنتي جاية تتحبض هذا الشارع اه اما الاكل في السنة الثالثة ببقى معبد لاني انا الساعة بعرف شو موجود في البلدية اما انا بعرف شو قدراتي باي سنة وينت اقدر اطلب وانت لان السنة البلدية اكيد استنفذت كل الموارد للسنة الحالية استنفذتهم كلهم على اطلاق مضلش حتى في موارد لسنين يعني انا بعرف من وظائق من مفعالها بايس كل الميزانيات لخمس سنين لقدام استنفذتهم بسموها تقديم يعني اش رايح لك اخرى في الصندوق في المفعالها بايس ميزانيات هنا استنفذوهم هادا حساب المستقبل فهاي هاي من ناحية البنية تحتاج احنا في عندي يعني اللي بدي اقوله مش هنخفف على معاناة المواطن راح اشتغل على شغلة وحدي قلش مناطق هاي المأهولي اللي هي غير منظمة يعني اللي الساعة ما اخلص فيها او بعده ما اخلص فيها كنا عشان تعبديني الشوارع لازم يكون تنظيم لازم تنظيم وتخيص وكذا اما لا يمنع انك تزفتهم لا يمنع انك تعمل زفتي حتى بدون اما شو في هناك امور خطرة يعني في مناطق اللي طورك في المياه لازم تفتح الوديان تعمل الشارع تثبته تعمله زفتي او تعبيد تعبيد عادي يعني مش تخفف على معاناة الناس بشكل انك بدون بدون الارصف وبدون كذا وبدون كذا اما الشارع يعني تمشي على السيارة يمشي على الناس يمشي على الناس بدون الاستثمار الكوي لانك ما بتقدر هسا فاني انت في مناطق هائلة بدك توصلها وشوارع رئيسية تخفف على كل اللي بكى بده يمشي مثلا كل 700 متر مشان يوصل بيته يصير بس 20 متر بشكل ترابي نأمل الشوارع هاي بسموها الرديالة او القاطعة او كذا وانك توصل كل هاي المناطق في شعب وتزفيتها بشكل مؤقت انت يعني التكلفة رايح تكون بين 30 ل 40 في المين ما انك تعبت شارع بشكل كامل متكامل على اقل تخفف عبال متنظمة وترتبها وتبدها تخفف هاي المعانا معانا جدا كوي اكيد معانا جدا كوي كنت في بيت كبل اول مبارح بكل روحة عند نظارح يعني حماه عمو كاللي لبسنا في رجلينة ظروفة نايلون في منطقة في قلب البلد في قلب البلد في منطقة التنظيم في كل البلد كاللي لبسنا في رجلينة زروفة نايلون يعني كياس نايلون مش هل نقدر نمشي تخيل الله وين تسمعيها من الواطنين يعني بصير او صح شو اللي قعد بصير مؤلم مؤلم جدا ابسط الخدمات مؤلم جدا خدمات اولية زي ما قلتها تقدرش تسكن في بيت مش فيش في بلاط صحيح وبلد بدون تعبيد تقدرش تسكنها مية بالمية ترجمة نانسي قنقر